السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما انسى ياريت تشترك في القناة تعمل لايك وعشان نبقى متواصلين على طول مع بعض هنتكلم سريعا عن مطش الاهلي وحرس الحدود طبعا اللي تابع اليوم النهاردة كله المطشاط سيئة جدا للمستوى مستوى سيئ جدا جدا ما عرفش ليه احنا لسه يعني في الدرور الاولى دي مفروض انت يعني لسه ما فيش بقى هبوط ولا الحاجات دي لسه سراعي الهبوط لسه ما ظهرش قوي فعايزين كورة ان الكورة سيئة جدا مطشب بتاع الاهلي والحرس مش عارف هل في مدرب بيعمل محاضرة معسكرين في فندق وقعدين في فندق وغرف وفلوس بتتدفع ومعسكرات عشان اقول في المحاضرة ارجع ورا الكورة وشلت وبوز اللعب هي دي الخطة في ناس ممكن تفهمني غلط امكاناتهم كده يا كابتن ما عندوش لعيبة كتير ماشي انا معكم لكن لازم يبقى فيه رقم اتنين يعني بعد ما اقطع الكورة وانا لو هقطع الكورة واديها للنادل اهلي شلوت ظهرت قوي في المنش لدرجة ان كلنا عارفين ان المدافعين ده خط وسط الملعب خط الهجوم خط طيب لما توصل للهجوم يعني لو وصلت الكورة عالية للعب وصل الملعب بتاع الحرس يزحلقها بدماغه للهجوم انما عمري ما شفت التلات المهاجمين بتاع الحرس تجي لهم الكورة عالية يروح مزحلقينها لورا يعني انت بتخلص من الكورة وخلاص يعني انت دورك تدافع 200% 90 دقيقة كورة عقيمة كورة سيئة جدا كورة يعني انا قاعد متنرفز انا لو مسك مدير فني في رئي الحاضر وقاعد بتفرج واقف على الخط بدير المباراة وفرقتي العشرة ورا الكورة ولي تجي له كورة يشلت او يقع في الارض العربية اللي سعفت وخش انا لو خدت البنت اروح لاتحاد الكورة اقول لهم لا اخدوا البنت ده انا مش عايزه انا ما استهلوش لانك لازم تعمل رقم مش هقولك مش هقولك تجيب ميسي ولا كريستيانو للحرس اكيد عندك اتنين تلاتة العيبة عندهم كورة اعمل جملة بقى يعني بعد ما اقطع الكورة يبقى في رقم اتنين رقم اتنين رقم واحد دافع يا عم وحط العشرة ورا بس لما تمسك الكورة حسسني وانا بتفرج عليك انت بتلعب كورة شغلة عقيم جدا وقابله من ناحية التانية فيلر تغيراته غريبة جدا جدا يعني طبعا بشكر احمد فتحي والسلية وافشة فترات لكن السلية واحمد فتحي 90 دقيقة احمد فتحي رشاقة وخفية حراقة وروح لا لا ما شاء الله رب نمسك لخشب ربنا يكرمك وتستمر على كده السلية رائع برضو نفسي يستمر على كده لانها مكسب كيبير اول منتخب نصر فيلر بيقلف طب ليه بتقلف انت بتلعب سلية وافشة وقدامهم اربع لعيبة الشحات اجايه رمضان صبحي ازاره هنسيب ازاره ان هو بتاع سندوب تمام التلاتة دول رمضان والشحات و اجايه موهبتهم وقمة جمالهم في الكورة لما تديهم الكورة في رجليهم زي النهاردة اجايه السلية عملها له بكعبه اجايه راح جات في العرضة هي دي اللي هتيجي جون الشيط الاولانية يمكن دي الفرصة انت فيلر عندك التلاتة دول بيستلموا في الرجل رمضان والشحات و اجايه كل لعبك بيانيات وعالية لو رمضان صبح من وره المدافعين والحارس السعداني متصيت وممكن ياخد احسن حارس في العالم بسبب من فكرة فيلر ان افشة على طول يعمل القوار العالية ويعمل السلية القوار العالية طيب الفرق اللي زي دي اللي بتبقى متكتلة قوي انت محتاج ابداع محتاج لاعب يحط القرة في الرجل يقف على كرته يلف بيها يصلحها للي جاي يشوت زي فيه واحدة برضو الازارو بدا نعملها للشحات يجيب جون لا راح مصلحها الافشة افشة ركنها زي ضربت الجزاء السعداني توقحها وصدها يعني فيلر انا شايف بعدين ايه فيلر التغيير الاولاني طلع ازارو ودخل اقايق وولي السليمان اللاعب تحت الفروت مفيش جديد ايه الجديد بعد كده بعد شواء قالك لا اطلع احمد فتحي اودي بك شمال وطلع محمود وحيد وانزل محمد هاني بك يمين ايه الجديد طب احمد فتحي كان شغل ناحية اليمين عشرة العشرة بتعملش حاجة بعد كده راح مغير مرجع فروت تاني ازارو طب انت اكن ازارو انت خسرت بقى تغيير طب ما كنت تخلي ازارو رجعت رح تمنزل مروار محسن تاني فروت ساعتي للمدير الفني او اي حد لما يلاقي ايه يجي يعمل حاجة كله يسقف له ايه الجمال ده ايه الحلوة دي اي حد مدير في شركة مدرب لما يجي يعمل اي حد الله عليك ده انت عبكاري تلاقي ايه يفتي بقى لك نازي طيبين اوي ففايلر بيفتي انا عندي انا بلعب ضد فرقة كلها وقف وارا ألعب لهم قوار عالية وبينيات عالية والاوانطة دي ولا ألعب على امكنات لعبتي واحد زي اجاي واحد زي الشحات واحد زي رمضان صبحي ألعب في رجل ويلف ويروح رمضان صبحي لما يمسك الكرة ويموه ويعدي وتعمل على الارض في السكسير ده هي انت هتقدر تكسب الفرقة المتكتلة دي كده كده انما هو واقف وارا كله وارا فلما تلعب لك وارا عالية الحرس بيطلع يتصياته وما فيش اي مشاكل وبيخبطه في بعض يعني بتحط فرقة الاهلي مع فرقة الحرس عشوائي واحد ضد واحد لا انا عايز احط فرقة الحرس على امكانيات العيبة اللي عندي هينا هيباني الفرق للنادي الاهلي شكرا شكرا شكرا